الرئيس سيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وافتتاح أول مركز متكامل لتجميع البلازمة في أفريقيا والشرق الأوسط بمدينة السادس من أكتوبر مجز لأهم الأنباء من قناة النهار مشاهدين أحييكم شهد الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم حفلة تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وخلال الاحتفال تسلم الرئيس السيسي من رئيس أكاديمية الشرطة هدية تذكارية تحمل رموزا للمشروعات القومية هذا وكرم الرئيس السيسي أوائل كلية الشرطة دفعة 2021 حيث قلدهم الرئيس السيسي أنواط الامتياز من الطبقة الثانية كما شارك الرئيس السيسي في تكريم أوائل الطلاب الوافدين في أكاديمية الشرطة وخلال الاحتفال هنأ الرئيس أهالي وأسر خريجي كلية الشرطة خلال الاحتفالية بتخريج الدفعة الجديدة وتوجه الرئيس بالشكر لأهالي طلاب كلية الشرطة لأنهم يقدمون أبناءهم لحماية الوطن وحفظ سلامة الناس مؤكدا أن رجال الشرطة لابد أن يكونوا دوما قوة لكل المواطنين وذلك خلال التعامل معهم وتلبية مطالبهم وأقدم الرئيس السيسي التحية باسمه واسم كل المصريين لكل أسر الشهداء والمصابين تبع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كما تبع رئيس الوزراء الموقف التنفيذية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية افتتحت القوات المسلحة أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازمة بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازمة بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركات جريفولز الأسبانية يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للوصول إلى أعلى معايير المنظومة الطبية المتكاملة لمختلف التخصصات والمجالات الطبية بما يسهم في تقديم رعاية صحية لائقة بالمواطن انطلقت فعليات التدريب المصري الروسي المشترك حمات الصداقة خمسة بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية والذي تستمر فعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفي ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسية في العديد من المجالات أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الشهر الماضي بنسبة 16% حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار كما أشارت وزيرة الصناعة إلى تراجع الواردات المصرية بنسبة 7% حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار كما ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24% حيث سجل مليارين و353 مليون دولار أمرت النيابة العامة بإحالة سارق هاتف صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وقد تلقت النيابة العامة بلاغا بسرقة هاتف محمول صحفي أثناء تصويره به مقطعا خلال مزاولة عمله وتوصلت النيابة العامة لتحديد مرتكب الواقعة وتمكنت من ضبطه كما توصلت لمحل إخفاء الهاتف المسروق وضبطت حائزها ختم الموجز بأمان الله